السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة النهاردة هنتكلم عن الكوسة في ناس كتير سألتنا عن موضوع الكوسة بالزاد لما نيجي نقطع الكوسة بالعرض كده بيظهر في الكوسة تكويف من النص طبعا الكوسة اللي قدامنا دي مفهاش التكويف دوت انما نعرض لكم الصور بتبقى فيه زي هول او فجوة فيه الكور او نص كوسة من الجوة وفيه ناس طبعا بتخاف من الموضوع دوت وتقول ان الكوسة كده مهرمنة ومسرطنة والكلام اللي بيمتشر على موقع التواصل الاجتماعي دوت فالنهاردة هنعرف ليه التكويف ده بيحصل جوه ثمرة الكوسة ثمرة الكوسة لما بتنمو على النبات بتبقى بالمنظر دوت وقبل ما تبقى ثمرة بيبقى فيها الزهرة بتاعتها دي جزء من الزهرة بتاعت الكوسة طبعا دبلانة شوية بتبقى هنا كده وبتبتدي الزمرة بتطول كل شوية بعد عملية التلقيح والاخصاب لما تحصل في الزهرة بتاعت النبات احيانا التزهير بتاع الكوسة بيكون في موسم في عدم استقرار في درجة الحرارة عدم استقرار في درجة الحرارة بمعنى ان الجو بيقى برد عن المعتاد او حر عن المعتاد بيبقى فيه رياح شديدة بيبقى فيه اتربة ده بيأثر على عملية التزهير في النبات وبالتالي بيعمل ظهرة في سورجية اسمها القلب الاجوف في الكوسة وبرضو نفس الحكاية بيحصل في الخيار احيانا برضو بتنجيب خيار لما نقطعه بالعرض بيحصل نفس المنظر انه بيقى فيه تكويف في نص السمرة من الداخل يبقى التكويف اللي بيحصل ده بيحصل نتيجة ظاهرة في سورجية ملهاش علاقة بالهرمونات وملهاش علاقة بالمبيدات وبالتالي نقدر نتناول سمار الكوسة والخيار اللي فيهم التكويف من جوه ده مفيش اي داعي للقلق من استهالات السمار اللي فيها الظاهرة دي لان زي ما قلنا هي ظاهرة فيسيولوجية من التقالبات الجوية اللي بتحصل النبات اثناء عملية التزهير بس بالنسبة للخيار لو احنا بنشتري خيار بغرض التخليل لو لقينا التكويف اللي فيه دوت السمرة هتتهاري بسهولة لان الكور اللي جوه دوت بيبقى فاضي فالمحلول ملح بتاعي التخليل بيدخل جوه قلب الخيارة وبيخليها تتهيلي بسرعة وبالتالي ما بتبقاش ظريفة في التخليل دي بس الملاحظة على الموضوع دوت لو انا بشتري خيار بغرض التخليل مش بغرض ان انا احطه على السلطة ده كده كان فيديو سريع عن موضوع التكويف اللي بيحصل في قلب الكوسة يارب بكون النهاردة قدرت تفيدكم بمعلومة لو حاسنت ان الفيديو ممكن يفيد حد غير الكاريت شارك الفيديو كمان ما تنساش لايك الفيديو واشتراك القناة والى اللقاء ان شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته